الدكتور عدنان في تصريح بكل صراحة من خلال التغطية الإعلامية لبطولة كأس الخليج في البصرة سابقا شاهدنا عمل الإعلامي القطري خالد جاسم والإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي وهم في حقيقة الأمر أفضل من الإعلام العراقي في التغطية وفي التطرق للمواضيع الإيجابية والابتعاد عن جميع السلبيات على العكس من بعض الإعلام العراقي الذي يبحث عن السلبيات نادي الشرطة العراقي يتحدى كاريم بنزيمة بالبرازيلي لوكاس سانتوس في بطولة الأندية العربية حيث أن نادي الشرطة العراقية يلاقي نادي الاتحاد السعودي ما هي توقعاتكم للقيثارة في البطولة العربية للأندية؟ بسام شاكر لاعب نادي الشرطة في تصريح أطمح للاحتراف في أوروبا وأنتظر فرصة فقط وأتمنى التوفيق لعلي جاسم مع فريقه التركي وأتوقع نجاحه هناك زيدان إقبال أكثر لاعب محترف معجب به في هذه الفترة لا يختلف عليه اثنين يكفي أنه كان يلعب في منشستر يونيتد ومن بعده يأتي أمير العماري لاعب منتخب العراق الأولمبي بلند حسن في تصريح اللاعب للعراق منحني خبرة كبيرة باللعب أمام 35 ألف مشجع إضافة لضغط وسائل التواصل والإعلام وواجبي هو تسجيل الأهداف وهذا ما أقوم به دائما بسام شاكر لاعب نادي الشرطة في تصريح حيث قال فوجئت عندما التقى بي المدرب الإسباني في سوسكاساس وقال لي إن مكاني موجود مع المنتخب فقط أطلب منك المواصلة باللعب والصناعة الأهداف والتسجيل كلامه معي كان دافعا معنويا كبيرا وأطلب مقابلة درجال أو يونس محمود في جلسة حوارية بسيطة لأفهم سبب عدم استدعائي للمنتخب هل بسام شاكر حقا يستحق تمثيل المنتخب آرائكم؟ الزوراء والقوة الجوية وجها لوجه في ربع نهائي كأس العراق يوم الثلاثاء القادم مباراة الخاسر فيها سيخرج خالي الوفاة من نوسم كامل الجماهير ستكون لها الكلمة في هذا اللقاء اللاعب العراقي علي جاسم يتراجع عن قرار فسف العقد مع عن طالية تركي ويقرر الاستمرار علي جاسم يحتاج إلى دعم الجميع لأن لا أحد يعرف بالضبط سبب هذا التخبط الغريب الذي يعيشه اللاعب وقرارته المتناقضة وأخباره المتضاربة حيث قال سوف أفسخ عقدي مع عن طالية تركي وذكر أسباب غريبة وكانت الأسباب هي جماهير النادي قامت باستفزازه أثناء أول وحده تدريبية مع النادي الأمر قد يكون طبيعي لكن علي جاسم تصرف بتسرع وبعدها تراجع عن قرار فسف العقد مع النادي لاعب المنتخب العراقي السابق حبيب جعفر في تصريح خاص لموقع المستديرة الرياضية رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال لم يعيد الثقة بالمدرب عماد محمد وهو أصلا مستاء من النتائج في كأس العالم في الأرجنتين لكن بسبب الضغط من الأحزاب وخصوصا من التيار الصدر أعاد الثقة بالمدرب عماد محمد وكأنه لم يحدث شيء الجماهير العراقية لا ترغب بوجود المدرب عماد محمد لتدريب أهم ركيزة في المنتخبات العراقية وهي منتخب الشباب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي يستقبل مدرب منتخب الشباب استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في مكتبه مدرب منتخب الشباب عماد محمد والمدير الإداري نديم كريم وقدم الغزي شكره الكبير للمدرب عماد محمد على العمل المميز الذي قام به فلال الفترة الماضية من خلال وصفة كأس آسيا والتواجد في نهائيات كأس العالم مبينا أن الأهم هو تواجد لاعبين شباب مميزين بعمار حقيقية سيخدمون الكرة العراقية لسنوات طويلة وجاءت هذه الزيارة وفق توجه الاتحاد للتعاون مع الحكومة العراقية من أجل دعم المنتخبات الوطنية ودوري المحترفين وهو ما أكد عليه الأمين العام لمجلس الوزراء من جانبه قدم مدرب منتخب الشباب عماد محمد شكره وتقديره الكبيرين للغزي مؤكدا أن الحكومة العراقية دائما ما تكون داعمة للمنتخبات الوطنية مبينا أن اهتمام الحكومة بالرياضة يعطينا دافع كبير في تقديم الأفضل خلال المرحلة القادمة بعد أن كان قريب من نادي الطلبة حسب الشائعات السوري عمر سومت ينتقل إلى نادي العربي القطري قادما من الأهلي السعودي بعقد يمتد لموسمين رونالدو مهدد بخسارة عقده مع شركة نايكي بعدما ارتد واقيا تحت جواربه يحمل علامة شركة أديداس المنافسة لشركة نايكي التي يرتبط معها الدون بعقد رعاية يبلغ إجمالية قيمته المالية مليار يورو لمدة عشر سنوات في مباراة ودية وينبلدون يتعادل مع نادي برينتفورد دون أهداف في مباراة شارك بها مهاجم منتخبنا الوطني علي الأحمادي بعد تعفيه من الإصابة أليكسندر أوراها من تدريبات كوينسبارا كارينجيرز هذا اليوم استعدادا لمواجهة وينبلدون علي الأحمادي الودية يوم غد منذ سنين ومنتخبنا يعاني من مركز الظهير الأيسر إلا أن اللاعب مرخاس دوسكي أعطى الأمل للجماهير العراقية تارة تشاهده في الدفاع وتارة أخرى تشاهده في الهجوم وتارة يقطع ويمرر ويساند خط الوسط نحن موعودون مع فروة كروية عراقية منتخبنا يستحق أن تكون تجهيزاته من شركات الكبيرة التي تجهز لمنتخبات مثل السعودية ومصر والإمارات أجمل القمصان وأفضلها نوعيا نطلب من رئيس الاتحاد العراقي عبنانا درجال أن يحل هذه المشكلة التي استمرت لسنوات عديدة محمد جواد على رادار القوة الجوية تلقى مهاجم الطلبة محمد جواد العرضا رسميا من إدارة القوة الجوية لتمثيل القوة الجوية في الموسم المقبل واللاعب منفتح على المغادرة من الطلبة حيث طلب اللاعب مهلة إلى ما بعد انتهاء مباريات الكأس للرد على عرض الصقور مدافع يسار الكيرخ والمنتخب الأولمبي كرار سعد تلقى عروض من أندية الزوراء والقوة الجوية والطلبة واللاعب بالصدد لاختيار حيث وعدته إدرات الكيرخ بتسهيل انتقاله على أن يختار وجهته بتأني واللاعب يرى أن الزوراء هو الوجهة الأنسب له ترجمة نانسي قنقر